بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله رح نأخذ درس جديد وهو المعدل الثابت للتغير تعلمنا في الدرس السابق معدل التغير وأوجدنا معدلات التغير درسنا لهذا اليوم رح يكون المعدل الثابت للتغير نعين العلاقات الخطية المتناسبة وغير المتناسبة من خلال إيجاد معدل ثابت للتغير والمفردات الجديدة العلاقة الخطية والمعدل الثابت للتغير استعد عزيزي الطالب عزيزة الطالبة في صفحة 112 تقوم هند بطباعة مجموعة من الأسطر كل دقيقة كما هو موضح في الجدول والتمثيل البياني نلاحظ هنا في طبعا نقطة البداية زمن البداية لم تطبع أي سطر اللي هي صفر وصفر النقطة صفر وصفر في الدقيقة الأولى طبعت اللي هو سطرين اللي هي واحد واثنين في الدقيقة الثانية طبعت أربع أسطر اللي هي اثنين وأربعة في الدقيقة الثالثة ستة أسطر اللي هي ثلاثة وستة في الدقيقة الرابعة طبعت ثمان أسطر يعني تمثل أربعة اللي هي أربعة اللي هو الزمن بالدقائق وستة وعفوا ثمانية اللي هو عدد الأسطر مثلناها بيانيا طيب أوجد معدل التغير بين أزواج النقاب ماذا تلاحظ على هذه المعدلات نوجد معدل التغير كيف أوجدنا معدل التغير عزيزي طلاب عزيزي الطالبات أحسنتم ممتاز الآن نريد إيجاد معدل التغير بين الدقيقة اللي هي الصفرية اللي هي زمن البداية إلى الدقيقة الأولى طبعا راح نطرح واحد ناقص صفر ثم بعد ذلك نطرح أحسنتم اللي هو اثنين ناقص صفر طبعا هذه اللي هو إيش؟ سطر وهذه اللي هي دقائق يساوي اثنين على واحد يعني اثنين سطرا لكل واحد دقيقة هذا طبعا بين الدقيقة الصفرية اللي هي زمن الابتداء والدقيقة الأولى طيب بين الدقيقة الأولى والثانية نرح نطرح هنا ثنين ناقص واحد واحد دقيقة ونطرح هنا أربعة ناقص اثنين اللي هو اثنين سطر طيب بين الدقيقة الثانية والثالثة أحسنتم يوجد دقيقة واحدة فرق طيب كم عدد الأسطر؟ الفرق في عدد الأسطر؟ أحسنتم اللي هو ايضا اثنين بين الدقيقة الثالثة والرابعة أيضا يوجد دقيقة واحدة وكم الفرق في عدد الأسطر؟ اللي هو اثنين ماذا نلاحظ هنا في معدلات التغير بين كل دقيقة والأخرى والتي تليها أن كلها معدلات التغير متساوية تساوي كم هنا؟ في مثالنا تساوي اثنين يعني معدل التغير هنا ثابتا معدل التغير أحسنتم ممتاز ثابتا كل دقيقة تطبع سطرين كل دقيقة تطبع سطرين لاحظوا هنا في الرسم عزائي الطلاب عزائي الطالبات مثلنا حنا الرسم بيانيا لو وصلنا بين هذه النقاط طبعا حنا قلنا في الحصة الماضية كيف نحدد اللي هو معدل التغير؟ متى يكون معدل التغير أكبر؟ كيف نحدد من التمثيل البياني؟ أحسنتم ممتاز لما يكون الانحراف في التمثيل البياني أشد لما يكون الانحراف شديد يكون هو أكبر معدل تغير ممتاز الآن النقاط كلها يعني الآن من الدقيقة الصفرية زمن الابتداء إلى الأولى ومن الأولى للثانية ومن الثانية للثالثة ومن الثالثة للرابعة كلها تقع على مستقيم واحد يعني ميلهم واحد لو لاحظنا هنا الانحراف هنا نفس الانحراف هنا نفس الانحراف نفس الانحراف هنا نفس الانحراف لم يتغير يعني الانحراف كان كذا لم يتغير مثلا وكان كذا الانحراف لم يتغير ويصبحها كذا لم نغير القلم لم نغير له استقامة القلم أو مثلا يقل كذا فمعناته هنا الميلان ثابت بين كل دقيقة والأخرى والتي تليها الميلان هنا ثابتاً معناه أن معدل التغير هنا هل هو أكبر بين دقيقة والأخرى ولا أصغر؟ لا معدل التغير هنا ثابتاً وهذا يوضح بخط مستقيم تسمى العلاقة التي تمثل بيانياً بخط مستقيم كما في الشكل هذا اللي لدينا علاقة خطية هذه العلاقة خطية اللي هي بين إيش؟ بين عدد الأصطر التي تطبعها هند في الدقيقة الواحدة علاقة خطية لاحظ أنه بزيادة الزمن دقيقة في كل مرة يزداد عدد الأصطر بمقدار 2 يزداد عدد الأصطر بمقدار 2 في كل دقيقة نفس ما سوينا هنا معدل التغير يزيد سطرين كل ما زادت دقيقة واحدة يزيد سطرين كل دقيقة يزيد سطرين بما أن معدل التغير بين أي نقطتين ثابتاً فلذا فالعلاقة الخطية لها معدل ثابت للتغير العلاقة هذه نسميها ماذا؟ خطية لأنها تمثل في التمثيل البياني بخط مستقيم ومعدل التغير لها ماذا؟ ثابتاً راح يكون لها معدل ثابت للتغير راح يكون لهذه العلاقة معدل ثابت للتغير هذه العلاقة الخطية نريد الآن أن نحدد العلاقات الخطية لدينا نقود يبين الجدول المجاور المبالغ المتبقية بالريال بعد الشراء عدد من المشتريات هل العلاقة خطية بين المبلغ المتبقي؟ هذا المبلغ المتبقي وعدد المشتريات هذا عدد المشتريات إذا كانت كذلك فأوجد المعدل الثابت للتغير وإذا لم تكن كذلك فوضح إجابتك بما أن معدل التغير ثابت فالعلاقة خطية كيف عرفنا أن معدل التغير ثابت؟ لاحظوا هنا في الجدول لاحظوا هنا في الجدول عدد المشتريات هنا لدينا ثلاثة المتبقي بالريال 170 طيب لما صارت ستة يعني زدنا ماذا؟ زدنا ثلاث مشتريات نقص كم المبلغ المتبقي بالريال؟ نقص ثلاثين ريالاً طيب لما زدنا ثلاث مشتريات نقص المبلغ المتبقي بالريال أيضا من 140 إلى 110 نقص 30 ريالا لما زدنا أيضا ثلاث مشتريات نقص المبلغ 30 ريالا من 110 أصبح 80 يعني نقص 30 ريالا كلما زاد عدد المشتريات بمقدار ثلاثة نقص المبلغ المتبقي بمقدار 30 ريالا إذن هذه علاقة خطية أو لا؟ أحسنتم ممتاز هذه العلاقة خطية ليه؟ لأن معدل التغير ثابتا فالعلاقة خطية ويكون المعدل الثابت للتغير كم؟ طبعا سالب 30 رح نقصمها على ثلاثة اللي هو عدد المشتريات اللي هو هنا التغير في المتبقي بالريال على التغير في عدد المشتريات كل مرة نطرح التغير في عدد المشتريات في كل مرة يعطيني ثلاثة فوضعنا هنا ثلاثة في المقام وكل مرة نطرح اللي هو المتبقي بالريال مثلا من الصف الأول للثاني أو من الثاني للثالث أو من الثالث للرابع في كل مرة يعطيني سالب 30 معنات رح نضعها في البسط نقسم سالب 30 تقسيم ثلاثة اللي هو كان طبعا رح نبيها لكل عملية شراء واحدة وليس لثلاث عمليات شراء رح نقسم البسط والمقام على ثلاثة يعني الناتج سالب 10 ريالات لكل عملية شراء كل عملية شراء ينقص لدينا المبلغ المتبقي 10 ريالات كل عملية شراء ينقص 10 ريالات هذا يعني أنه في كل عملية شراء ينقص المبلغ بمقدار 10 ريالات تحقق عزيزي الطالب عزيزي الطالبة بيّم إذا كانت العلاقة بين كل كميتين في الجداول الآتية خطية أم لا وإذا كانت خطية فأوجد المعدل الثابت للتغير وإذا لم تكن كذلك فوضح السبب لدينا هنا تبريد الماء الزمن بالدقيقة الخامسة خمس دقائق درجة الحرارة 35 بعد عشر دقائق درجة الحرارة 32 بعد 15 دقيقة درجة الحرارة 30 بعد 20 دقيقة درجة الحرارة 28 وعشرين ماذا نعمل هنا؟ ماذا نعمل عزيزي طلاب عزيزي الطالبات حسنتم ممتاز طبعا هنا رح نطرح 10 ناقص 5 رح يعطينا كم؟ رح يساوي 5 طيب هنا رح نطرح 15 ناقص 10 رح يعطينا كم؟ 5 رح نطرح هنا كم؟ 20 ناقص 15 رح يعطينا الناتج أيضا 5 كل 5 دقائق طيب درجة الحرارة هل هي ثابتة؟ هل درجة الحرارة تزيد أو تنقص بمقدار ثابت كل 5 دقائق؟ نشوف هنا طبعا هنا رح نطرح 32 نطرح منها 35 كم رح يعطينا الناتج؟ الناتج رح يكون سالب 3 طيب 30 رح نطرح منها كم؟ أحسنتم ممتاز رح نطرح منها 32 رح يعطينا الناتج كم هنا؟ إذن من هنا الهنا سالب 3 من هنا الهنا معدل التغير سالب التغير في درجة الحرارة سالب 3 يعني قلت ثلاث درجات قلت من 35 إلى 32 قلت ثلاث درجات طيب من 32 إلى 30 أيضا قلت كم؟ درجتين طيب من 30 إلى 28 من 30 إلى 28 قلت درجتين هل معدل التغير هنا ثابت كل 5 دقائق؟ لا هنا مختلف في اختلاف هنا في الأول في الأول هل هذه العلاقة خطية؟ لا لن تكون خطية هي انتظمت في الزمنين من اللي هو 10 دقائق إلى 20 دقيقة لكن في الأول لم تكن خطية معهم إذن هنا هل العلاقة خطية هنا؟ العلاقة ليست خطية إذا كانت خطية فأوجد المعدل الثابت للتغير إذن لا يوجد هنا معدل ثابت للتغير يختلف من دقيقة إلى أخرى يختلف واضح الزائد الطلاب واضح الزائد الطالبات مثل ما جبنا في الدرس الماضي كنا نحدد من السنة الفلانية إلى الفلانية لأنه لا يوجد معدل ثابت فنحدد طيب نريد معدل التغير من السنة كذا إلى كذا كنا نوجده ومن كذا إلى كذا كان يختلف وهكذا هنا نفس الشيء لا يوجد معدل ثابت من الدقيقة الخامسة إلى الدقيقة العشرين هنا طيب عدد الهدايا لو نلاحظ هنا كم؟ 2 الفرق هنا 2 من 2 إلى 4 زاد كم؟ زاد 2 ومن 4 إلى 6 زاد هنا أيضا 2 ومن 6 إلى 8 أيضا زاد 2 طيب نأتي هنا سبعة عشر نطرح منها ثمانية ونصف كم رح يكون؟ أحسنتم ممتاز رح يكون ستة ونصف ستة وخمسة ونصف ستة ونصف سبعة عشر رح نطرح منها ثمانية رح تكون ثمانية ونصف رح تكون سبعة ونصف سبعة عشر نطرح منها ثمانية ونصف رح يعطينا الناتج أيضا ثمانية ونصف طيب 25.5 نطرح منها 17 25.5 نطرح منها 17 أيضا الناتج رح يكون 8.5 من 17 إلى 25 هذه 8 وزيادة نصف يعني 8.5 طيب من 25.5 إلى 34 يعني 34 رح أطرح منها 25.5 كم رح يكون؟ أحسنتم ممتاز أيضا رح يكون 8.5 ماذا نلاحظ؟ كل ما زاد عدد الهدايا 2 كل ما زاد الثمن 8.5 ريالات هذه العلاقة خطية أو لا؟ أحسنتم ممتاز العلاقة خطية كل ما زاد عدد الهدايا ب2 كل ما زاد الثمن ب8.5 ريال نوجد اللي هو المعدل الثابت للتغير كم رح يكون المعدل الثابت للتغير؟ أحسنتم ممتاز رح يساوي 8.5 رح نقسمها على 2 لأن كل هديتين يزيد ب8.5 طبعا زي ما سوينا قبل نوجدها كمعدل وحدة يعني نقسم البسط والمقام على 2 رح نقسم البسط والمقام على 2 اللي هو نفس المقام رح يعطينا الناتج 4 وربع لكل 4 وربع الريال لكل واحد هدية إذا المعدل الثابت للتغير أربع ريالات وربع الريال لكل هدية واحدة نتأكد في صفحة 115 بين ما إذا كانت العلاقة بين كل كميتين في الجداول الآتية خطية أم لا وإن كانت خطية أوجد المعدل الثابت للتغير إذا لم تكن كذلك فوضح السبب يلا مع بعض عزائي طلاب عزائي الطالبات نفكر سويا نلاحظ هنا طول الظلع بالسانتيمتر من 2 إلى 3 كم التغير هنا؟ من 2 إلى 3 حسنتم 1 سانتيمتر يعني نطرح 3 ناقص 2 رح يعطينا 1 نطرح نطرح الأكبر اللي هو الثاني ناقصاً الأول طيب نفس الشيء من 3 إلى 4 نطرح 4 ناقص 3 أيضاً 1 سانتيمتر من 4 إلى 5 كم التغير من 4 إلى 5 كم سانتي تغير؟ 1 سانتيمتر نطرح 5 ناقص 4 1 سانتيمتر نشوف الحجم الآن طول الظلع اللي هو حجم المكعب طول الظلع هنا 2 سانتيمتر الحجم بيكون 8 لأن المكعب حجماً اللي هو الطول في العرض في الارتفاع والطول والعرض والارتفاع ثابت للمكعب لأنه أوجهه مربعات والمربعات أطوال أظلعها متساوية فبيكون الطول 2 والعرض 2 والارتفاع 2 نضربهم ثلاث مرات رح يعطي الناتج ثمانية وبالمثل لو كان طول الظلع ثلاثة زدنا سانتي واحد لكل ظلع الحجم رح يكون 27 لو كان طول الظلع 4 الحجم بيكون 4 أس 3 اللي هو 64 طول الظلع 5 الحجم رح يكون 5 في 5 في 5 ثلاث مرات 125 نقارن الآن الحجم لما كان طول الظلع 2 أصبح 8 ولما كان 3 أصبح 27 كم الفارق هنا؟ 27 ناقص 8 كم أحسنتم ممتاز؟ 19 سانتيمتراً مربعاً لما كان 3 سانتي طول الظلع الحجم 27 لما زدنا سانتي واحد لكل ظلع أصبح الحجم 64 كم الفارق الآن من 64 إلى 27 سانتي هنا عفواً سانتيمتر مكعب سانتيمتر مكعب لأنه حجم طيب كم الفارق الآن؟ من 64 إلى 27 يساوي 37 سانتيمتراً مكعباً طيب من 125 إلى 64 رح يكون 61 سانتيمتراً مكعباً هل الفرق ثابت؟ هل كلما زدنا سانتيمتر واحد لطول ظلع المكعب لطول ظلع المكعب الفرق في الحجم رح يكون ثابتاً؟ لا طبعاً إذن هنا العلاقة ليست خطية كلما زدنا كلما زدنا واحد سانتيمتر لطول ضلع المكعب يكون التغير في الحجم ليس ثابتاً يكون التغير في الحجم ليس ثابتاً طيب هنا لدينا عدد الغرف خمسة صارت عشرة يعني فرق كم غرفة؟ خمس غرف عشرة صارت خمستعاش يعني كم فرق؟ خمس غرف عشرة أصبحت عشرين يعني كم الفرق؟ خمس غرف اللي هي كمية الديهان اللازمة لطلاء الغرف خمس غرف يكفيها عدد ست علب عشر غرف اثنى عشرة علبة كم زدنا؟ لما زدنا خمس غرف إضافية زدنا خمسة غرف كان لدينا خمس غرف زدنا خمسة صارت عشر غرف اضطرينا إلى زيادة كم؟ ستة الفرق بين اثنى عشر وستة يساوي ستة يعني زدنا ست علب أصبح لدينا اثنى عشرة علبة اثنى عشرة علبة زدنا ست علب وأصبح لدينا 12 علبة لطلاء 10 غرف طيب زدنا 5 غرف أيضا هنا زدنا 5 غرف من 10 أصبحت 15 غرفة أيضا لو لاحظت هنا زدنا كام 18 ناقص 12 أحسنتم ممتاز يعطي 6 علب أيضا طيب زدنا 5 من 15 إلى 20 غرفة لدينا 15 غرفة أصبحت 20 غرفة أيضا العدد العلب المطلوبة 24 كم زادت عن 18؟ نطرح 24 ناقص 18 يساوي أيضا 6 علب ماذا نلاحظ هنا كلما زدنا 5 غرف زدنا 6 علب دهان لتكفينا لطلاء الغرف التي لدينا إذن هل العلاقة خطية؟ أحسنتم ممتاز العلاقة خطية طيب المعدل الثابت للتغير رح يساوي اللي هو الفرق في عدد علب الدهان التغير في علب الدهان على التغير في عدد الغرف اللي هو ماذا يساوي؟ أحسنتم ممتاز تغير في علب الدهان كم؟ لاحظنا أنها ثابتة هنا اللي هي 6 والتغير في عدد الغرف أيضا ثابت اللي هو 5 غرف خمس غرف طيب الآن نقسم البسط اللي هي 6 علب على 5 غرف معدل التغير دائما يكون المقام واحدا المقام يكون واحدا إذن نقسم البسط والمقام على 5 المقام يكون واحد يعني نقسم البسط على 5 والمقام على 5 رح يعطينا الناتج 1.2 علبة لكل واحد غرفة واحد علبة واثنين من أعشار العلبة الثانية يعني علبة كاملة وعشرين علبة لتغطية غرفة واحدة الواجب عزاء طلاب عزاء الطالبات صفحة 115 سؤال 7 و 8 و 9 و 10 ولا ننسى في ختام درس اليوم الرجوع إلى بوابة عين التعليمية للاستزادة والاستفادة منها شكرا جزيلا أعزاء الطلاب والطالبات الiento